اشتركوا في القناة 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 يعني إذا نحن منشوف التوصيات السابقة منلاقيها توصيات العلاقة كيف تقدم التقرير التوقيت عدد الصفحات اليوم التوصيات صارت أهم هعطيك مثل يعني مثلا اتفاقية ما بتحكي بشكل مباشر على العنف فأجت التوصير عام 12 تقول أنه العنف هو شكل من أشكال التمييز اه طبعا وتقول أنه التمييز هو سبب من أسباب العنف هكذا يجب أن تفكروا فيها قبل يعني هاي بتصوى 80 بس أنا عم تقولك حتى أنه اللجنة عملها مش بس مراقبة كمان تفعيل وسط صغرات أنا حبيت فيك أنك متفاقلة يعني متفاقلة يعني عطول عم تحكيه أنه فيه تغييرات وصارت وآخره مع أنه عم نسمعها كتير من المقابة أنه فيه سلبية عم تكون بحقوق المرأة أنا بدي أقول كل الدول اللي وقعت ماشي بالاتفاقية مظبوط لأنه فيه الرقابة اللي عم تحكيي عنا حضرتك هي التقرير اللي بتقدم كل أربعة سنين وكل سنين كل أربعة سنين كل أربعة سنين، ما فيه كل سنة تقرير أول مرة أول سنة والتقرير المبدئي وبعدين كل أربعة سنين كل أربعة سنين شو صار فيه تعديلات وتغييرات نعم يعنيq Lag Зنين نظرت بيتماء كل دورة تمن دول نعم نظرت بتقرير تمن دول هلأ بتشرين فيه كمان الرقابة عا بتكون خلال التقارير وكل الدول تلتزم بتنفيذ مقراراتها الاتفاقية اكيد مشبورة بشكل طبعا تحاعدة او بشكل يعني طبعا مش يعني بضربة وقت بس انا لدي اقول له انه نكتبه بالتسعة وسبعين من اتفق عليه اكيد بده يصير فيه تطور لها الاتفاقية وتطور لكل البنود يعني انا كمان صرنا بالالفين ودهو 18 بعد تاخد وقت النضال بياخد وقت انا اللي بدي اقوله انه نحن يعني حكينا كمان باول حلقة انه هاي الاتفاقية مش اول يعني شي منزم للبنان لبنان بمقدمته بالدستور مقدمته الدستور اللي هي الاقيمة دستورية حسب المجلس الدستوري التزم بمواسيئ الامم المتحدة بالاعلان العام الحول انسان اللي بيحكي عن المساوات بين المرأة والرشل بس اهمية هالاتفاقية انه هي مفصلة هي بتحكي بشكل يعني حتى بتحكي عن الذهنيات والاعراف والتقاليد والنصورة النمطية السلبية للمرأة فهالاتفاقية عندها مميزات انه كمان شاملة تشمل كل الحق صق شامل فيها نسمية شرعة دولية لحقوق النساء بالعالم بس اكيد فيه بطء بالتشريع عنها في لبنان فيه اكيد نحن عنها كتير امور تعوقي يعني بتعرف دايما الموضوع المرأة هو موضوع ثانوي علما انه اليوم عم نحكي صحيح عم نحكي يمكن وين حقك بس هي وين حق هالمجتمع انه يكون مجتمع متطور اكتر يكون مجتمع متوازن فيه علاقات متوازن بتعود بالخير للطرفين مش بس للمرأة للرجل البلد كالكل للمجتمع كامل وقتا نكون فيه بالاتفاقية بنود يعني يختلف عليها بلدين هوني كيف بتم تفسيرها كيف بتم تحليل هالاختلاف نعم هلا كل بلد كل بلد حتى حفوزات نعم الحقيقة انه هالاتفاقية اكتر اتفاقية بيصير عليها تحفوزات يعني الحفوزات يعني لا الحفاظ على تقاليد وعادات نعم بتحفظ مثلا على على مادة معينة بقول انا مش ملتزم فيها ايه بعرف بس هو حسب شو حسب تقاليد وعاداته يعني بيلتزم فيها هعطيك فيه عدة تبريرات هعطيك مثلا دول عربية الدول عربية اذا بدك كلها معدى الامارات اتحفظت على المادة 16 بتحكي عن العلاقات الزوجية والعلاقات بالاسرة نعم اعتبرت منهم اعتبر ان هيدا الماده بتخالف اوانيه الدخلية منهم اعتبر ان هيدا مخالفة الانون لأسرة منهم اعتبروا هيدا مخالفة للشريعة الاسلامية يعني هني عندن مبدأ هنا في تبريرات ويجب احترام هالتبريرات يعني هلا كلمة يجب احترام ابحكي انا كيف تتعامله مع الموضوع totalmente ولا ملتزمة معنه في جدل حول مدى انونيت هالتخفزات في فكرة بتقول انه في اتفاقية فيينا وحتى بهالاتفاقية اذا بدك فيه مادة بتقول لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها بما انه هايدي غرض الاتفاقية المساوات وبما انه حقوق المرأة هي جزء من منظورة حقوق الانسان وهي غير قابلة للتجزئة ما فيه انا اتحفظ على جزء من حقوقها فهي فيه يعني وجهة نظر بتقول انه اي تحفظ على هالاتفاقية هو مخالف للأوانين فبالتالي هتحفظ غير قانوني فيه جزء تاني بيقول لا فينا نتحفظ لانه فيه مادة بتقول يطلقى الامين العام للأمم المتحدة نص التحفظات اللي تبديها الدول وقت التصديق او الاندمام اذا فيه وجهتان النظر بس بغض النظر عن هالوجهة النظر انا بقول مجرد ما يكون فيه تحفظ يعني فيه تمييز يعني فيه تمييز بالدولة ولا ما كانت تحفظ على جملة انه ما لازم يكون فيه تمييز مجرد ما تحفظ معناتها ما فيه ارادة للمساوات وهي شغلة خطيرة كمان مجرد ما تحفظ يعني عم بيخالف الدستور اذا كان لانه موظم الدستور العربية بتحكي بالمساوات بين جميع المواطنين صحيح صحيح لا اكيد يعني وعا باللبنان يعني صار فيه تقدم من التسعة وسبعين من وقتها هي مد علي الاتفاقية ستة وتسعين اي متى؟ ستة وتسعين ستة وتسعين من ستة وتسعين ده هلأ صار فيه تغييره؟ حبيت حبيت اليك بتفقني؟ اكيد لانه ومن النساء وين كنا وينصرنا فيه تشريعات علما انه هالاتفاقية مش بس قوانين مش بس تعديل قوانين هالاتفاقية اكبر بكتير وشاملة لامور كتير اكتر حتى التوعية فيها هو مهم عشان هيك اهمية الحلقة اليوم حلقة تخميش انا بدي اتشكرك لحضورك بالفعل هي السيدو يعني اللي حكينا عنه باربع حلقات متتالية تقريبا ومواضيع جددية رح تفتح بالاسابيع القادمة من وين حقك انا بدي اتشكرك ستازي مايا مجزوب محامية وعضو المجلس النسائي اللبناني نحنا وياكم رح نروح تابل بيكون عاعد مع مايا وعم بيحكي تاب انه انا بدي اعرف في مخرج بهال وينك عايدة ركزي معي شوي بيكون عا بيحكي عاعد مع مايا كنا حكينا بعث لي اخبار شو رأيكم بلا الشاف قلتلك ما تلعب معي اليوم انا ضدك شو ما عملت يعني بدك تشوف كيف تراضيني شوف انا كيف ارجع ارض عليك بدك تفتش عالموضوع